نحن شيعة علية تابي صالب ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي شو رح يعمل حزب الله إذا سأت النظام إنها السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت أهلا بكم إلى المسائية نبدأ بالعنوين مع مونير الحافي مساء الخير في عنوين المسائية انتهاك سوري جديد للسيادة اللبنانية عند معبر العريضة وانفجار في منزل في دارية يقتل مصريا وينجرح آخرين أحدهما سوري الجيش الحر يطلق معركة عائشة أم المؤمنين لتحرير الساحل السوري ونزوح كثيف من قرى ريف اللاذقية الإخوان يقطعون طرقا رئيسة في مصر وحركة ديكوماسية لافتة لإيجاد المخارج للأزمة هذه العنوين ومزيد من الأخبار المحلية والعربية والدولية في السياق النشرة لكن بعد التوقف مع فاصل يتخلى له أذان المغرب المسائية مستمرة هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها انتهاك سوري جديد للسيادة اللبنانية عند معبر العريضة انفجار في منزل في درية يقتل مصريا ويجرح آخرين أحدهما مصري سوري الرئيس سليمان ينهي زيارته إلى إيران بعد لقائه الرئيس الجديد حسن روحاني أعلن الجيش الحر بدأ معركة تحرير الساحل السوري وسيطر على عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات الحكومية في ريف اللاذقية حيث تدور اجتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والحر حول المراسط في جبل الأكراد وتدخل كثيف للطيران الحربي الذي أغار على مواقع الاجتباكات كما شهدت قرى ريف اللاذقية الموالية لبشار الأسد حركة نزوح وصفت بالكبيرة باتجاه المدينة جراء المعارك في هذه الأثناء لينا قال النشطون أن قوات النظام كثفت من غاراتها على القرى والبلدات التابعة للقلمون في ريف دمشق بعد أن تمكنت عناصر من الجيش السوري الحر من السيطرة على مستودعات للذخيرة بعد أعلان الثوار بدأ معركة أحفاد عائشة أم المؤمنين في ريف الساحل السوري باللاذقية قام الثوار بهجوم عنيف استهدف مراسد جيش الأسد في عدد من المناطق المطلة على منطقة سلمة فيما دارت اشتباكات عنيفة على عدد من المحاور القريبة من منطقة سلمة مترافقة مع قصف مدفعي وغارات جوية للطائرات الحربية وبعد الاشتباكات العنيفة تمكن الثوار من السيطرة على بلدة البارودة خلال معركة أحفاد عائشة أم المؤمنين الدائرة في الريف اللاذقية ومع دخول الليالي العشر من شهر رمضان المبارك بدأ الجيش الحر عملية بشائر ليلة القدر والتي تهدف لاستكمال تحرير بلدة معارة الأرتيق في حلب الثوار صعدوا عملياتهم العسكرية واندلعت معارك في جبل شيحونة والنبل والزهراء في منهالة القضائف على أحياء حلب المحررة بالتزامن مع تفقد قائد المجلس العسكري الثوري العقيد عبد الجبار عكيدي المستشفيات الميدانية والجبهات وفيما تتعرض مدينة دارية بريف دمشق لقصف مدفعي وصاروخي عنيف بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد في محيط المنطقة تمكن الثوار من قتل 12 عنصرا من لواء أبو الفضل العباس المدعوم من حزب الله في كمين بمنطقة سوق الخضرة في السيدة زينب كما أفادت شبكة شامل إخبارية أن قوات الأسد استهدفت حيي القابون وجوبر بدمشق بالمدفعية الثقيلة وقضاء في الهون من العيار الثقيل وفيما أغار الطيران الحربي على جبل الزاوية وسرمدة في إدلب دارت مواجهات في الحي الغربي لمدينة معرة النعمان في محاولة لاقتحامه من قبل الشبيحة الجيش الحر استهدف أماكن تمركز قوات النظام في الفرقة 17 في الرقة فيما تعرضت مدينة الطبقة لقصف عشوائي كتائب الأسد دكت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ أحياء حمص المحاصرة والرستن والحميدية وباب هود وباب التركمان وبستين تدمر بالتزامن مع مواجهات عنيفة أما على جبهة الجنوب فتعرضت أحياء درعة إلى قصف همجي تركز على الغارية الشرقية واللجة وبلدة الحارة واشتدت المواجهات في نوى وبصر الشام أكد المكتب الأالمي للمجلس العسكري لدمشق وريفها سيطرة الجيش السوري الحر على مخازن صواريخ مضادة للمدرعات في القلمون بريف دمشق عودتنا إلى الإقصائر اقتربت هذا ما جاء على لسان أحد مقاتلي الجيش السوري الحر في رسالة إلى ميليشيا حزب الله الحليفة للأسد بعد أن سيطر الجيش الحر على مخازن صواريخ مضادة للمدرعات في القلمون في ريف دمشق تشمل صواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية ستعزز قوة نيرانهم بعد سلسلة من الهزائم وأكد المكتب الأعلامي للمجلس العسكري لدمشق وريفها أن الجيش الحر استولى على مستودعات تعرف باسم دنحة تحتوي على عدد كبير من صواريخ الكونكورس والكورنات وصواريخ جراد وراجمات صواريخ من عيار 107 وتظهر لقطات الفيديو مقاتلي المعارضة وهم يحملون الأسلحة في ممرات مظلمة داخل المجمع الذي سيطروا عليه حيث أسفر الهجوم عن الاستيلاء على صواريخ ميلان الفرنسية الصنع وصواريخ كونكورس الروسية وقذائف صاروخية من طراز قاد معركة بعد أخرى يسعى الجيش الحر إلى ربحها في وقت يواصل كتائب الأسد القصف الجوي والمدفعي على المدنيين أما في الشأن المصري وبالتوازي مع الحركة الدبلوماسية التي تشهدها أرويقة العاصمة المصرية لإيجاد المخارج للأزمة وصل أنصار الرئيس المعزول تحركاتهم التي تسببت اليوم بحالة من الارتباك في حركة السفر في مطار القاهرة الدولي دعوة جديدة وجهها مجلس الدفاع الوطني المصري إلى معتصمي رابعة العدوية وميدان النهضة للعودة إلى الصف الوطني والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء مصر وأكد المجلس المضي قدما بكل إصرار والتزام تجاه أبناء مصر في تحقيق النتائج المشروعة من خارطة المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع عدم السماح لأي معوقات أن تنال من عزم المصريين أو من خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق مشددا على دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل في إطار فرض الأمن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية بما يتفق مع القانون واحترام حقوق الإنسان إلى ذلك بوادر حل الأزمة السياسية في مصر بدأت تلوح في الأفق بعدما أبدى تحالف الوطني لدعم الشرعية مرون بشأن بدء محادثات للبحث عن حل سياسي للأزمة والاعتراف بمطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو أدت إلى إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في المقابل التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي ببعض ممثلي التيارات الدينية الإسلامية وأكد السيسي على أن الفرص متاحة لحل الأزمة سلميا شريطة التزام كافة الأطراف بنبز العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآة العامة أو التأثير على مصالح المواطنين ومن دون الرجوع إلى الوراء والالتزام بخارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري كأحد مكتسبة الثورة في هذه الأثناء أعلن وزيراء خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آلين هيان وقطر خالد بن محمد العطية ونائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز تمديد زياراتهم للقاهرة لمزيد من المباحثات حول الوضع المصري إلى ذلك تسبب قيام أنصار الرئيس المعزول بقطع طريق صلاح سالم المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي إلى حالة من الإرباك في حركة المطار كما عمدوا إلى قطع الطرق ومانع موظفي الوزارات والمؤسسات المحيطة بميدان رابع العدوية من الوصول لعملهم وفي المينيا جرت اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول وسكان المنطقة أدت إلى سقوط إصابات الولايات المتحدة الأمريكية تغلق العديد من سفاراتها في المنطقة بعد تهديدات بعمليات إرهابية واجتماع أمني في البيت الأبيض لمتابعة التطورات احتمال شن تنظيم القاعدة هجومات على السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية والإسلامية كانت محور اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس الرئاسة الأمريكية أوضحت أن الاجتماع حضره وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تحذر من احتمال تعرض مصالح أمريكية وغربية لهجمات ولم يشارك الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذا الاجتماع الذي عقد من أجل بحث بشكل أكثر عمقا في الوضع والإجراءات المكملة غير أنه تم لاحقا إطلاع الرئيس على مدارة في الاجتماع وكانت واشنطن أعلنت عن تهديدات يشتبه بأن تنظيم القاعدة يعد لارتكابها في آب الحالي لا سيما في الشر الأوسط وشمال أفريقيا وأصدرت واشنطن تعليماتها بإغلاق جميع سفاراتها وقنصلياتها في إسرائيل والدول العربية وكذلك الموجودة في أفغانستان ومنجلادش وفيما تبعت الولايات المتحدة عدة دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتخذت قوات الأمن اليمنية والمصرية والباكستانية تدابيرا مشددة في محيط سفاراتها في هذه الدول أكد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني أنه لا ينبغي التحدث مع الشعب الإيراني بلغة العقوبات بل بلغة التكريم وتوجه روحاني في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى بعد أن أدى اليمين الدستورية إلى الدول العربية أو الغربية بالقول لا يمكن إجبار الشعب الإيراني على الرضوخ بالعقوبات والتهديدات بشن حرب والطريقة الوحيدة للتعاطي مع إيران هي الحوار على قدم المساواة وفي إطار الاحترام المتبادل أضاف أن الجمهورية الإسلامية تبحث عن السلام والاستقرار في المنطقة وتعارض تغيير الأنظمة السياسية أو الحدود بالقوة أو من خلال تدخلات أجنبية واختتم روحاني خطابه بعرض حكومته الجديدة التي تضم تكنقراطا خدم معظمهم في حكومتين الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وفي المواقف أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستكون شريكا أساسيا لإيران إذا سعت حكومتها الجديدة بجدية للوفاء بالتزاماتها الدولية اعتبر الرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أن الشخصية التي تشغل منصب الرئيس الإيراني قد تغيرت إلا أن الخارطة التي تسير إيران لم تتغير لجهة جهودها في تطوير السلاح النووي وهذا خطر يجب أن يواجهه العالم بأسره ويجب أن تتصدى إسرائيل له وتطرق خلال اجتماع حكومته إلى ما يسمى خارطة الأفضليات القومية وبعد التصويت صادقت الحكومة على الخارطة الجديدة للمناطق الأولى بالرعاية الوطنية والتي تشمل مئات المدن والبلدات بما فيها 15 مستوطنة وتم ذلك بغالبية 15 وزيرا وامتناع أربعة وزراء آخرين عن التصويت باعتبار أن هذه الخطوة تمس بجهود السلام وتعكس مصلحة سياسية حزبية أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مصطفى جاسم الشمالي عين وزيرا للنفط في الحكومة الكويتية الجديدة وكان الشمالي يعمل قائما بأعمال وزير النفط بعد استقالة هاني حسين وزير النفط السابق في أيار الماضي تحت ضغط من البرلمان وعين سالم عبد العزيز السعود الصباح وزيرا للمالية في حين عين محمد خالد الحمد الصباح وزيرا للداخلية بموجب مرسوم أميري انفجرت سيارات مفخخة في حديقة في منطقة البديع الشمال غرب المنامة من دون أن يصفر الانفجار عن وقوع إصابات وأعلنت الشرطة عن وقوع عمل إرهابي تمثل بتفجير سيارة بوسطة أسطوانة غاز عند سور حديقة يرتادها أهال وأطفال من المنطقة أثناء وقت الإفطار واصل نتابع بعده إفطار رمضاني لمؤسسة العرفان برعاية جنبلاط ومساعدة لنزحين السوريين في عكار مقدمة من المملكة العربية السعودية أهلا بكم مؤسسة العرفان تنظم إفطارا رمضانيا في السمقني برعاية النائب وليد جنبلاط وحضور المطران بولوس مطر الذي رفض التقاتل بين المسلمين نظمت مؤسسة العرفان إفطارا رمضانيا في السمقنية الشوف برعاية النائب وليد جنبلاط وحضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولوس مطر وحشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية الكلمات شددت على الوحدة الوطنية والعيش المشترك في الجبل ولبنان نحن عن حق وحقيق لا نرى ضرورة بأي اتتار بين المسلمين لأنه حقما في غير محل ومن دونسك خارج عن مسيئة الله فالإسلام كما المسيحية رسالة العالمية الأبعاد تفضل وحدة حاملها قلبا وقالبا دعوتنا دائما لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الأستاذ تمام سلام في تشكيل الحكومة الجديدة وتخفيف الشروط شروط السلسة الضامن وشروط عدم مشاركة هذا الحزب وشروط كلكم تعرفونها لا طائرة منها ولا تؤدي إلى أي مكان كما دعى مطر اللبنانيين إلى تجديد المواثيق التي جمعت بينهم وإلى التمسك بالثوابت عقب جريمة بلدة كفرزبد أمس التي قتل فيها العريف المغدور سامي شكر نتيجة إشكال مع أبناء خاله أضرم أحد أبناء الراحل النار في منزل خالد عبد الرحمن شكر ردا على الجريمة فاحترق قسم منه في عكار توزيع مساعدات على النازحين السوريين تقدم مقدمة من المملكة العربية السعودية قام وقف المؤسسة الإسلامية للتنمية والأعمال الخيرية من المملكة العربية السعودية بتوزيع مساعدات غذائية على النازحين السوريين وبعض العكاريين في منطقة السنديان في عكار حيث تم توزيع 400 حصة غذائية ما يميز هذا المشروع صراحة من وقف المؤسسة الإسلامية مشكورين أنه تم أيضا تخصيص 200 سلة غذائية للإخوة اللبنانيين فقراء عكار فلذلك نوجه صراحة كل الشكر والإمتلاء للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا ليس غريما على المملكة العربية السعودية اللي كانت حكومة أو شعبا وقوفهم دائم في جانب أخوانهم العرب والمسلمين في الكوارس الإنسانية يذكر أن المؤسسة ستقدم ملابس ل600 طفل من النازحين السوريين ومن الأطفال الأيتام اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفطر إفطار تكريمي في مرجعيون لوزير الخارجية السابق فوزي صلوخ وللأديب حسين زينب كرمت هيئة أبناء العرقوب وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ والأديب والشاعر حسين زينب في حفل إفطار أقيم في مجمع الدان السياحي في منطقة مرجعيون الاحتفال الذي حضره عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية وفعاليات المنطقة ووفق من قوات اليونيفل تخلنته كلمات افتتاحية لممثل الهيئة المنظمة للاحتفال تحدثت عن دور المكرمين على المستوى الوطني والأهلي في خدمة أبناء منطقة العرقوب والجنوب حيث سلمت الهيئة الأديب حسين زينب الدرع التكريمي تقديرا لخدماته لأبناء الشبع والعرقوب وتكلم الزميل محمد زينب باسم المحتفى بهما لافتا إلى دور صلوخ في إظهار حق لبنان في قضية مزارع الشبع المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي كما تحدث عن المحتفى به حسين زينب الذي كانت له أياد بيضاء في الاستثمار بالإنسان في شبعان ناحية التعليم وتمويل المدارس والإنماء والخدمات لأهالي المنطقة دعت دار الفتوى إلى وجوب التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء المقبل نذكركم بالعنوين انتهاك سوري جديد للسيادة اللبنانية عند معبر العريضة وانفجار عبوات في منزل في درية يقتل مصريا ويجرح آخرين أحدهما سوري الجيش الحور يطلق معركة عائشة أم المؤمنين لتحرير الساحل السوري ونزوح كثيف من قرى ريف اللاذقية الإخوان يقطعون طرقا رئيسة في مصر وحركة ديبوماسية لافتة لإيجاد المخارج للأزمة وإلى هنا تتهدي النشرة شكرا لصائكم وللقاء إن شاء الله نحن شيعة علية بابي طالب ازدواجية السلاح الشرعي وهو الشرعي شو رح يعمل حزب الله إذا سأت النظام اشتركوا في القناة